زي ما قلت كده إن إحنا لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة إحنا عندنا محاطة بنبان في أسوان دي ممكن من أكبر محاطات إنتاج الطاقة الشمسية ومستمرين في هذا المجال إحنا تكلمنا أيضاً على إن العاصمة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي هي جزء من برنامج مصري ضخم في المدن جيل الرابع الزكية التي تقلل تماماً من الانبعاثات وأيضاً وأنا أتكلم هنا مش على مدينة والأتنين زي العاصمة لا إحنا بنكال عمل أكتر من 20 مدينة مصر بتقيمهم أنا عايز أقول لكم إن إحنا خدنا هذا الخيار رغم إنه هو ضاغط علينا اقتصادياً في ذل الظروف اللي حصلت في العالم خلال التلت سن اللي فاتوا سواء كان نتيجة يعني جائحة كورونا وتأثيراتها أو أيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية ده أمر ضغط علينا لجحنا مستمرين أو استمرنا في هذا البرنامج بعباؤه الاقتصادية في إطار فاهمنا وفي إطار مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جداً هي قضية المناخ أنا عايز أقول النسبة للإستثمارات الخضرة في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الإستثمارات العامة والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-2025 ستصل هذه الإستثمارات إلى 50% من إجمالي الإستثمارات مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة أوي في الإمبعاثات يعني إحنا 6 من 10% من إجمال الإمبعاثات الحرارية العالمية مصري يعني تعد من أكثر الدول تعرضاً للأثار الناجمة عن تغير المناخ أصل بكده إيه رغم إن إحنا زي ما قال إن في 20% 20 دولة في العالم هما الأكثر يعني أكثر من يتسببوا في تغير أو في تقديم الإمبعاثات ودولة زي مصر وفي دولة أفريقية كثيراً أيضاً كده مساهمتها هي الأقل ولكن الضرر الواقع لها ضرر كبير قوي